موسيقى نحييكم مشاهدين في هذه الحلقة من أحاديث بيروت الانهيار الاقتصادي في لبنان بات يقاس بالساعات وليس بالأيام والأشهر فيما الإدارة الرسمية للانهيار أشبه بسياسة اليد المرفوعة عن كل الملفات لا حكومة لا إنقاذ لا إدارة رشيدة وحكيمة لملفات خطيرة كملفات الدعم والطاقة في أي طبقة من طبقات الانهيار بات لبنان ما الذي يفسر تاراخ الطبقة السياسية عن التحرك إلى الأمام طالما الشروط الدولية واضحة لا مساعدات من دون حكومة وعلى أي سيناريوهات تقبل البلاد في ظل هذا الانسداد الشامل حوار معمق سنخوضه مع ضيفنا زياد عبدالصمد وهو المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية أهلا بك ومرحبا أستاذ زياد في هذه الحلقة من أحاديث بيروت بمسيك بالخير أهلا بك أستاذ زياد بداية اللبنانيون أريد منك توصيفا شاملا اللبنانيون في أي درك من الأزمة في أي مستواهم الآن صعب الواحد يقول في أي مستوى لأنه نحن بشير اللبنانيون بأنه هن رايحين إلى جهنم وبالتالي كل ما اشتد وزر الأزمة على اللبنانيين بيصير في شعور وكأنه وصلنا على جهنم ولكن الحقيقة أنه قاربنا في الوصول ولا منصل لا الأزمة عميقة جدا ومتعددة الأوجه والأبعاد وعم تاخد أشكال كتير مختلفين نحن الآن في منتصفها نقترب من نهايتها من ذروتها مين بيعني ترونه ممكن توصل لأنه أنا بتصور أنه بالأمور نحن في مرحلة سقوط حر يعني الانهيار بدون أي ضوابط وكوابح لأنه ولا تدبير عم يتخذ وبالتالي لا حدودة له خليني أقول أنه هلأ نحن بلشنا نشعر بالوطأ الفعلية بشح المواد الأساسية منها مثلا المحروقات الضرورية جدا للحياة اليومية المواد الغذائية بلشنا نحس بشح الأدوية وخاصة الأدوية الخطيرة مش بس الأمراض المزمنية أدوية الأمراض السرطانية في ناس عم تموت لأنه مش عم توجد دواء الكافي والشافي وبالتالي لا الأزمة هلأ يترافق مع الأزمة صعود لحالة التوتر والهيجان بالمجتمع هلأ نحن في نشهد على بعض الأحداث اللي بتصير هون وهون أحيانا بيروح قتيل أو قتلان أحيانا تنحل سلميا بس ولكن هذا مؤشر على إلى أين هذا التوتر قد يؤدي إلى شكاليات أمنية نحن اليوم مقدمين على العام الدراسي الجديد أول شيء السنة الدراسية لن تنتهي بشكل سليم لأنه نحن في ظل أزمة المحروقات المدارس طبعا والجائحة المدارس معظمها علم أونلاين عن طريق الإنترنت وبالتالي هلأ الاقتصالات والمواصلات ضعيفة جدا صار فيه إشكال إذا بتنعمل الامتحانات الرسمية صارت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة ما صارت أعطيه إفادات هلأ نحن بدنا نفوت على العام الدراسي في مشكلة عظيم طيب أنت قلت بدأ اللبنانيون الآن يستشعرون سخونة الأزمة طيب الطبقة السياسية المولجة بإدارة هذه الأزمة هل بدأت تستشعر هذه السخونة أم لا عم نشوف أنه نمط استهلاك الوقت هو الذي يحكم مسار تشكيل الحكومة منذ عام كامل نحن نشارف على الذكرى السنوية لإطلاق المبادرة الفرنسية في الثاني من أيلول المقبل كيف تفسر هذا النمط من استهلاك الوقت؟ حتى جاوب على هذا السؤال لازم نروح شوالا خطوة إلى الخلف وقول أنه هذه الأزمة تقديري ظاهرها اقتصادي اجتماعي ولكن أساسها هي أزمة سياسية كيف يعني هي أزمة سياسية؟ أزمة سياسية بمعنى حصار؟ لا بعد ما وصلت لهون الأزمة السياسية عندها بعدين عندها بعد داخلي بدون شك وعندها بعد خارجي أساسي ومؤثر خليني أبلش بالبعد الداخلي لأقول أنه الإدارة السياسية في البلد في مأزق إدارة البلد السياسية في مأزق يعني في منظومة متى بدأ هذا المأزق؟ بعد 17-20؟ أنا برأيي أنه هذا المأزق بدأ من بال2007 واتفاق الدوحة وعندما صار فيه إخلال هو أساسا نحن يعني لبنان عندما انتهت الحرب الأهلية اتفقوا اللبنانيون فيما بينهم أنهم ينهوا الحرب ويبلشوا يبنوا سلام اتفاق الطائف وضع مثل خارطة الطريق هذه الخارطة لم تنفس كما هي يعني دستور الطائف لم ينفس يعني من شيل سلاح الميليشيات بالكامل لم تلغى الطائفية السياسية ما عملنا اللامركزية الإدارية الموسعة للإنماء المتوازن ما عملنا قانون انتخابي عادل يأخذ بعين الاعتبار إعادة التقسيم الإداري للبنان ما الذي منع تطبيق الطائف؟ أنا برأيي اتفاق الطائف كان اتفاقا يطبق تحت وصاية خارجية كان فيه اتفاق سعودي سوري أمريكي من سوء حظ ومن سوء طالع اللبنانيين أنه بفترة إقرار اتفاق الطائف صار فيه الاحتلال العراقي للكويت وبالتالي عاصفة الصحراء الأولى حيث صار فيه صفقة وبالتالي أطلقت يد النظام السوري على لبنان وصار فيه وصاية سورية وبالتالي بنوع من الطواطئ بين الطبق السياسي الحاكمي اللي كانوا ميليشيات إثناء الحرب ومراء الحرب والتي تحولوا هم إلى حكام لبنان الفعليين مع النظام السوري صار في طواطئ على تأجيل البنود الأساسية في الطائف لتصلح النظام وتذهب بلبنان إلى بلد ديمقراطي بالألفان وخمسة فل السوري من لبنان ألم يكن هناك فرصة حقيقية لدى اللبنانيين ليبنوا الدولة التي يتقون إليها والنظام الذي يريدونه كانت الألفان وخمسة في محطة قبل الألفان وخمسة اسمها الألفان عندما انسحبت إسرائيل نعم انسحبت إسرائيل حجة الوجود السوري في لبنان كانت تطبيق القرار تبع الأمم المتحدة 425 طالما هناك احتلال إسرائيلي في ضرورة وجود سوريا في لبنان للتوازن سراتيجي انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان كان لازم فورا يستدعي انسحاب سوريا من لبنان وهذا لم يحصل حصل بالألفان وخمسة اخترعنا مزارع شبعة واخترعنا منظور جينا بالألفان وخمسة انسحب الجيش السوري من لبنان انسحب الجيش السوري من لبنان ولكن للأسف حمية النظام الطائفة والمحاصصة انقذوا هذا النظام من خلال الحلف الرباعي اللي صار بأول انتخابات صارت بعد الانسحاب السوري حزب الله حركة أمل كيار المستقبل والاشتراك والحزب الاشتراك نعم وعملوا هذا التحالف وهذا التحالف اللي ارجع أحيا النظام القديم يعني يحيي العظامة وهي رميمه طيب لحتى ما كتير نفوت بالتفاصيل هما أنا عيتلك بالألفان وسبعة لألفان وسبعة صار في شيء مهم كتير اسمه اتفاق الدوحة صحيح اتفاق الدوحة هو إعادة إنتاج للطائف بس بصيغة جديدة الطائفة بيحكي على المناصفة اتفاق الدوحة فتح الأفاق أمام متالتي وبالتالي صار فيه متالتي تلت سنة تلت شيعي تلت مسيحي مع إعطاء يعني نوع من التوافقية بإطار هاي المكونات التلت الشيعي بيسميه السنة الشيعي التلت السنة بيسميه السنة الأقوى اللي هو سعد الحريري والتلت المسيحي بيسميه المسيحي الأقوى واللي كان بهذه الفترة الطيار الوطن الحر لوصلنا للتسوية الرئيسية بالألفان وستطعش تسوية الرئيسية يلي نجح فيها حزب الله انه يجيب المرشح للرئيسة من بعد تعطيل رئاسة الجمهورية سنتين نجح حزب الله لأنه بس حزب الله جاب للعوم في تسوية صارت مع تيار المستقبل وأيضا مع الكوات اللبنانية إنما خليني يقول أنه تعطلت انتخابات رئاسة الجمهورية سنتين الإشكالية بالدوحة أنه الدوحة عمل نوع من التقاسم المذهبة وصار في الأقوى في طايفته هو من يحدد من يمثله مش أنه هو ممثل لكل الشعب اللبناني وبالتالي اجتماع بكركي عندما تقاربت انتخابات رئاسة الجمهورية قدم أربع مرشحين وحصرا صار السباق الرئاسة بين أربع مرشحين سلمان فرنجية أمين جميل ميشيل عون وسمير جعجع سلمير جعجع مش مقبول وأمين جميل كمان مش مقبول فيه بين سلمان فرنجية وبين ميشيل عون وسعد الحريكي خيار وسلمان فرنجية بالبداية ونبيه بري كم بده كمان ونبيه بري كم بده سلمان فرنجية ولكن تعطلت انتخابات الرئاسة سنتين في ظل وضع أزمة بسوريا متفاقمة لاجئين في لبنان فوق المليون لاجئ سوري وما فوق كل المنطقة تتداعى وبشكل وإلى آخر وبالتالي تمت التسويق الرئاسية تحت ضغط معين وأنا برأيي تحت هذا الضغط صار في تسويق خطأ لأنه ساعتها سعد الحريري تخلى عن ترشيح سلمان فرنجية ورشح ميشيل عون فسارع رئيس القوات اللبنانية وطلق فزلك ووجه ميشيل عون رئي جمهورية تبين أنه ميشيل عون هو مرشح حزب الله بالكامل وميشيل عون هو ينفذ سياسات حزب الله في لبنان كما هي وحزب الله بنجي على البعد الثاني للأزلة السياسية اللي هو البعد الإقليمي وبالتالي حزب الله حامل لمشروع إقليمي على لسان رؤسيه عندما يقول أنه أنا قائدي هو ولي الفقه وبالتالي وليه الزماني ومن هوني حزب الله كان جزء من الصراع الإقليمي اللي عم بيصير تدخلوا في سوريا تدخلوا في اليمن تدخلوا في العراق وفي أكتر من محل وبالتالي هو حامل مشروع إقليمي فإذا هذا ألقى بظله على الأزمة اللبنانية في إطار الصراعات الإقليمية صار في محاولات أنه نعمل طالما تشخيصك للأزمة هي أزمة سياسية يعني الحل في نهاية المطاف هو حل سياسي بالتأكيد لأنه هلأ أنت قلت أنه مماطلة في تشكيل الحكومة هو عمليا مش مماطلة في تشكيله هو في مأزق سياسي موجود وبالتالي هذا المأزق السياسي عم بيؤدي بالآخر إلى عدم القدرة على إنتاج هذه الحكومة أنا برأي فيه عجز اليوم عند الطبقة السياسية عجز أم أنه كيف يعني عجز قدام كل شيء عم بيصير بالبلد هل أنه فيه حدا معين ما بده حكومة في لبنان والموضوع هو أكبر من موضوع الحكومة هي لعبة مؤتمر تأسيسي مثلا تعرفي كيف الفكرة هي أنه ما حدا ما بده حكومة لأنه كل حدا مسؤول يعني إذا كان حزب الله اليوم يعتبر حاله هو المرشد للجمهورية اللبنانية من مصلحته أنه تنحل الأزمة المشكلة هي أنه كل حدا بده الحكومة على خاطره كما هو يستفيد منها وبالتالي حزب الله لن يتنازل في تشكيل حكومة ليس هو فيها صاحب القرار الأساسي ومن شان هيك بمبادرة ماكرون اللي جبت سيرتها أنت كان لازم تتشكل حكومة من المستقلين وعلى هذا النحو إجا مصطفى أديب واللي ما قدر شكل حكومة لأنه لم يعطى المجال في تشكيل حكومة من خبراء أو أخصائيين مستقلين بالسياسة على الأطراف السياسية إجا سعد الحريري لعله يتمكن من القيام بذلك ولكنه بعد يمكن 8 شهر فشلة بتحقيق ذلك هلأ المئاتي لن يعطى أحد أن يشكل حكومة فيها شخصية مستقلة عن الطبقة السياسية هذا من الناحية ومن الناحية حزب الله لن يتنازل هل لا يزال مطلب الحكومة المستقلة هو مطلب دولي أم أنه صار في جو دولي شكلوا حكومة بأي ثمن؟ ووفق أي مواصفات المهم بدنا حكومة وحتى الشعب اللبناني يعني حتى الناس اللي نزلت بـ 17-20 وقالت كلهم يعني كلهم اليوم هي ألا تنتظر حكومة أيضا بأي ثمن؟ لأن الأوضاع لم تعد تحتمل؟ قلت لك أنه لبنان بلد الفرصة الضائعة أنا قلت لك الطائف فرصة ضائعة لأنه لم يطبق الاتفاق اللي صار كما كان واللي كان حاطت خارتي طريق للخروج من المئزق ونحو بناء دولي رجعنا المئزق الفرصة الضائعة الثانية هي الانسحاب الإسرائيلي سنة 2000 تطبيق القرارة 425 وأنه نرجع نبني دولي نحن يعني كان عنا فرصة زهبية تحررنا بدون ما نعمل أي اتفاق سلام مع إسرائيل الفرصة الزهبية الثالثة 2005 عندما أعيد إحياء النظام القائم المحاصصة المذهبية والطائفية الفرصة الضائعة هي 17-20 وأنا براي أكبر فرصة ضائعة مين ضيعة؟ الناس ولا القيادات؟ أنا بتصور أنه نحن بمواجهة تحالف خليني أقول تحالف سياسي بلبنان تمكن من تهديم الدولة ومؤسساتها يعني لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية تشتغل كما يجب الإدارة العامة السلطة القضائية كل هذا تمكن من تهميشه وتدميره وتحطيمه ولكن التمكن من أنه يلقي القبض يعني فيه سلطة قوية على المجتمع هيدا التحالف يلي هو تحالف الميليشيات يلي استلموا السلطة من بعد الطائف مع يعني جماعة المافيا مع حزب الله يلي بالآخر هولي عندهم القدرة وعرفوا كيف ينوروا بشكل أنهم يقمعوا وينهوا ثورة 17-20 بالنسبة لألك هي انتهت؟ أنا برأيي ما انتهت أنا برأيي هني تمكنوا من إطفاء نيرانها أو يعني تحجيمه بمرحلة معينة بس أنا بعد سنة يعني من شهر بأول شهر قاب في ذكرى السنوية الأولى لانفجار أربع قاب نعم رجعنا شفنا المشهد ذاته تقريبا صحيح ولكن وبنفس الزخم ما يؤشر أنه بعد مقوماته ومقدماته موجودة لهذه الثورة وبعدهم لحد الآن الناس ما استسلموا نحن رح نفصل أكتر وأيضا عن تواجهكم لمبارف قيادة جبهوية ربما لـ 17-20 ولكن بعد التوقف مع هذا الفاصل مشاهدين لا تذهبوا بعيدا نحن بالإبنان حقنا ضايع ضايع ما أن نحقوك دعانا بتعمل حساب لقصة طوابر البنزين هلا قصة في البنزينة شكلة انتهب هلا بكرة بتبلش بالخباس شكلة بلشت فيش بدأتبلش والخير لقدام إن شاء الله جبنا خبس جبنا طحيل جبنا شغير إذا أحواج الأمر اللي نعمله بدنا ناكل بدنا نسرب الله ينتمنوا من اللي كان السبب بالإبنان شوف الناس اللي عم تبكي هارا على أفران شوف الناس اللي ما قادر يأكل جوها حسنبكي الصباح لو عشها عربنا تخبز بس مين بدك تحكي لا مين بدك تشكي إذا ما حدا عن بلاد ولا حدا أبدا مين حكي ما عم تخيناه على الكرسي نعود إلى القسم الثاني من هذه الحلقة من أحاديث بيروت مجددا ورحب بضيفنا الأستاذ زياد عبدالصمد وأنت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية أستاذ زياد بما أنك تطرقت في القسم الأول لموضوع 17-20 يؤخذ كثيرا عليكم أنتم الذين تنسبون أنفسكم لانتفاضة 17-20 أين هي الهيكلية التنظيمية؟ رح يصير سنتين عمر الثورة ثورة 17-20 ولم تقدموا أي مشروع نقيد للواقع ومبني على استراتيجيا وعلى مشروع واضح لماذا؟ أول شي خليني يقول أن قناعتي الشخصية 17-20 هي مرحلة من مراحل الربيع العربي يعني حيث الشعوب الآخر اكتفت من الاستبداد والقمع والفساد وإلى آخره وعبرت عن رغبتها بأن تستعيد كرامتها وأن تبني الدول المستقلة واللي فيها عدالة اجتماعية والشعب اللبناني مثله مثل أي شعب عربي آخر مقهور ويعاني من الاستبداد ويعاني من الفساد ونحن بلد منا فقير ولكن نحن أفقرنا لأنه دولة منهوبة فإذا أول شي إنما المفارقة هي أنه أنت عم تحكي عن ثورة شعب عن ثورة شعبية نحن عم نحكي مش عن حركة اجتماعية منظمة نحن عم نحكي عن حركة شعبية عن ثورة شعبية ما في شعب بالعالم موحد ومنظم الشغل الثانية عادة للثورات بس هذا النفس الثوري لدى الشعب اللبناني ما بلش بالألفين وتسعة عشر بلش بالألفين وخمسطعش وقبله بالألفين وخمسطعش يعني ما كانت جديدة بلش بالألفين وخمسة وقبل الألفين وخمسة كان قليم مقدمات ورجع استكمل بالألفين وحداش ضد نظام الطائفة والألفين وخمسطعش على موضوع الفساد هل هناك في لبنان من يمتلك رؤية شاملة اقتصادية وسياسية تناسب المجتمع اللبناني هي عملية تراكمية بس أنا بدي أكفل فكرة للآخر لحتى أقول أن الثورات عادة يابيقوم فيها أحزاب يابيقوم فيها قوات مسلحة أو بيقوم فيها قوى منظمة وإلى ما هناك نحن بالمنطقة العربية نتيجة الظروف السياسية المحيطة ما في عنا يا صار فيه انقلابات عسكرية قدت بالآخر وصوله الجيوش إلى السلطة وقدت إلى الاستبداد يا أنه ما صار فيه مجال لعزاب سياسية أنها تتكون وإدرانة أنه تعمل هيا فإذا نحن عندنا في لبنان كان فيه نقص كتير كبير صورة شعب ما أنه منظم عم يتنظم يلي بدي أقوله بهذا المحل واللي أنت سألتيني إياه هو أنه فيه رؤية فيه أكتر من حل وأنا بتصور أنه نحن لاش عم قلك الأزمة السياسية لأنه بالاقتصاد وبالاجتماع وبالسياسات المالية واللقضية هناك حلول حقائية وجدية والمعارضة لدى مجموعات 17-20 عند مجموعات 17-20 وغير مجموعات 17-20 هم نحكي اقتصاد بس نحن هلأ كنا عم نقول قبل الفاصل أنه واضح نحن رايحين باتجاه تغيير سياسي في لبنان وهناك شريحة كبيرة من الشعب اللبناني رأيناها في 17-20 ورأيناها أيضا في الذكرى السنوية للرابع من قاب هي ناقمة على هذه الطبقة السياسية طب بما أنه نحن في طور تغير سياسي تبدل في هوية أو وجه أو ما بعرف واجهة لبنان أين هي مجموعات 17-20 طالما الأرضية الشعبية مهيئة وطالما الجو مهيئة للتغيير ونحن على أبواب تغيير ما صعوبة التغيير أنه بديكون تغيير شامل أنا بتصور أنه حدة الأزمة وعمقها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية بتجعلها أكثر تعقيدا وبالتالي أي حل في لبنان أو أي تغيير حقيقي وفعلي في لبنان دون ما يكون فيه سيادي على الدولة وأنا أعني بالسيادي هي أنه السيادي على المؤسسات القرارات السيادية في إطار السياسة الخارجية في إطار الدفاع من يأخذ القرار في علاقات لبنان الدولية والخارجية من يأخذ القرار في الحرب والسلم وأيضا من يأخذ القرار في المؤسسات العامة عفونا على المقاطعة هلأ الأزمة عم تدفع صوب تحلل السيادي أكتر والدليل ما أعلن عنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أنه سيستقدم بطريقة فردية باخرة نفط إيرانية معرضة لأن يتم استهدافها معرضة أيضا للعقوبات وقد تعرض لبنان للعقوبات وما شفنا أي رد فعل رسمي في لبنان وبالتالي هذه الأزمة تدفع أكثر إلى هذا التحلل فإذا هذا أول مرتكز لأنه لا يمكن أن يصير فيه تغيير بدون استعادة السيادي وهون أنا بعد شوي عندي تعليق على هذا النوضوع بس أنا موافق معيك أنه هذه وحدة من مظاهر انتهاك السيادي بلبنان سيادة الدولة اللبنانية ولا يمكن أن يتم تغيير بدون ما تستعيد الدولة سيادتها المرتكز الثاني هو محاربة الفساد لأنه أنا ما بدي أنسى أنه فيه تحالف بين الفاسدين وبين حزب الله ويلي هو جزء منه الفساد عمليا بس ولكن فيه مافيات حاكمة في البلد وهيدي المافيات يلي هي عم تحتكر أسواق المحروقات ويلي هي عم تحتكر أسواق الدواء ويلي هي عم تحتكر أسواق المواد الغذائية ويلي هي وصلت لهيدي الأزمة وهيدي المافيات يلي عمليا عم تسهل عملية التهريب خارج الأراضي اللبنانية فازن الفساد المرتكز الثالث المرتكز الثالث هو لا يمكن أنه يصير فيه تغيير بلبنان في ظل المحاصصة الطائفية أنت تطلعي اليوم على المشهد ليش مش هم تركب حكومة؟ لأنه بعدنا لحد يتلق في ظل نظام المحاصصة هذا لازم يلغى نحن منجيب الكفاءات بغض النظر عن الانتماء الفئوي أو المذهبي أو الديني أو الطائفي أو الحزبي هذا الموضوع ثلاث مرتكزات أساسية ولا يمكن أن تنجح أي عملية تغيير بدون ما يكونوا كلهم ماشيين مع بعضهم طيب هذه العنوين أستاذ زياد نسمعها كثيرا في لبنان بس مانا نعرف كيف بدأت تطبق شو آلية التطبيقة شو المسار اللي بدأت تاخده مين بدأت ينفذ هذا التغيير السياسي أنت بتسمعيهم مثلا في طرف بيركز على موضوع السيدي وبيعتبر أنه الفساد سنوي في طرف بيعتبر أنه المعركة مش هكي إيران وحزب الله وإلى آخره بيدون ما يحكي على الفسدين في ناس بيعتبروا أنه الفساد هو الأساس مش هنكي بيركزوا على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان في ناس بيحكوا على طائفية ولقي أنا برأيي المشروع السياسي التغييري يجب أن يخدون تلتون على نفس المستوى بنفس الاعتباء وفي قوى عم تتكون قيد التكون في جبهة معارضة لبنانية في تحالفات عم تنشأ وأكبر دليل على ذلك هو انتخاب نقابة المهندسين حيث تمكن أقطاب من المعارضة أنه نشكله لوائح مشتركة في مواجهة لوائح السلطة وحققة انتصارات وهذا قد يتكرر في كل النقابات المهنية اللي جاية يعني أنت مؤمن بالتغيير في لبنان أنا برأيي أنه ما بقى في مجال أو يزور عن الخارطة أو أنه لازم يصير فيه بالآخر شيء على الشعب أن يتمسك زمام المبادرة أنا متصور أنه الشعب يعني فعلا فعلا يعني إذا الواحد بيقرأ بين السطوره بيشوف شعب يصير الشعب عم يعبر عم يعبر بأسليب مختلفة وبأنواع مختلفة عن غضبه عن رفضه عن عدم الموافقة ولكن هناك يعني نظرية يعني عندما نستحضر الثورات الأكثر شهرة في العالم الإنجليزية الفرنسية الأمريكية والروسية الثورات كانت تحصل في مجتمعات تشهد نوع من الازدهار والنموء الاقتصادي لأن الجوع يدفع الناس للاستماتة للحصول على الغذاء حتى لو كان الذي يعطيها الغذاء هو الذي سرق أموالها هو الذي ظلمها وبالتالي كيف يمكن أن تحصل ثورة شعبية وتغيير في بلد يموت شعبه من الجوع أول شيء لماذا تعمل هذه المقارنة الثورة البولشفية ثورة روسية صارت عملوها الجوع بس كان في حزب يعني الحزب البولشفي اللي تمكنها من أنه يقود الثورة والآخر يقود الثورة الفرنسية أخذت مئة سنة لحتى استثبت يعني من أول من دلعت الثورة الفرنسية لحتى عملة الجمهورية الثالثة بهذه المرحلة الانتقالية إجا نابوليون بوناباتر ديكتاتور امبراطور يعني نحن ليش عم نستبق الأمور و عم نستعجل ما في ثورة إلا ما أخذت وقت لحتى ثبتت أقدامها طبعا بيقوموا فيها الجوعانين ولكن فيها إلى قيادات مثقفين و إلى آخرين فنحن ممند يعني بس أنا بدي زيد البعض الإقليمي لتعقيداتنا نحن لأنه البعض الإقليمي له دور كتير كبير يعني نحن كنا عم نحكي أنه نحن صرنا كتير مرتبطين بأي حل أو بأي خطوة بدها تصير بالبعض الإقليمي واليوم أنت كنت عم تحكي عن الباخرة اليوم يعني في قلق على شو عم بيصير على مستوى المنطق وعلى أمتدلت عم بارح نسحبت أمريكا من أفغانستان ورئيس السياياي ومسؤول السياياي التقى بقائد الطالبان وهيدا الانسحاب صار من بعض مفاوضات وهيدا المفاوضات صارت بين الأمريكان والطالبان مباشرة بدون حضور حدا من الأفغان في شيء عم بيصير غريب زيدي على أنه المفاوضات بين الأمريكان والإيرانية يعني الولايات المتحدة برأيك هي متجهة إلى التراخي في ملفات المنطقة أفغانستان المفاوضات النووية الإيرانية ملف سوريا وأيضا ملف لبنان لأنه كتير سمعنا نوع من الإسقاط للملف الأفغاني على الملف اللبناني أنه مثل ما أمريكا تساهلت مع طالبان هي ربما قد تتساهل مع حزب الله والدليل أنه قد يأتي بناقلة النفط الإيرانية وما نسمع أي رتفاعل من أمريكا مقالة السفيرة الأمريكية أنه جيبوا غاز من مصر وبدو يمروا من خلال سوريا وجيبوا كهرباء من أربا وفي ذلك تهاور بقلوم قيصر ناس بيقولوا مقالة يمروا من سوريا الناس بيقولوا بس هي بتعرف أنه يمروا من سوريا معناته كأنه عم تدعي الدولة اللبنية تروح تفاوض مع السوريين مش هيدا الموضوع الموضوع الأساسي هو بالنسبة للأمريكان أنا بتصور دايما ولا مرة كانت استراتيجيتهم إلا على رأسها هي أمن إسرائيل وإذا ضمن الصفقة بده يكون ضمان أمن إسرائيل وإذا كان الإيرانية سيضمنون أمن إسرائيل بنهاية المطاف وأنه حزب الله بيصير حارس حدود مثل ما عم يعمل بالوقت الحاضر من بعد القرار 17-01 وبالتالي أنا برأيي الأمريكان شو بدون أكتر من هيك شو فرق معهم إذا كان ستخضع إيران لهذا المحل خليني إلك أكتر من هيك إيران سوء في 90 مليون مواطن وسوء بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات وهذا يستجلب استثمارات أوروبية وغير أوروبية ولذلك شو فرق معهم هن من سوء لبناني عنده أربع مليون مستهلك بالوقت اللي في سوء إيراني عنده 90 مليون مستهلك نحن ما يكون عندنا إليوجين ما يكون عندنا وهم أنه نحن عند الدول الأجنبية بأوروبا وبأمريكا على الأولوية هن عندهم أولويات ونعندهم مصلحون الأولوية الأولى ضمان أمن إسرائيل وبالتالي إذا صار فيه ضمن الصفقة ما يضمن أمن إسرائيل هذا الشيء والشغل الثاني ضمان استثمارات والوضع الاقتصادي وبنفس الوقت إذا صار فيه استثمارات ووضع اقتصادي فيه احتمال جدي أنه تبعد الإيران عن الصين وعن التوجه شرقا وبتصير يعني عمليا عم تقبل باستثمارات غربية أنت هل تستشعر أو هل تقرأ؟ هيدا اللي عم قوله أنا هيدا اللي عم قوله أنا هيدا يمكن تكون فقط تحليلات مش مستندق لمعطيات وممكن يكونوا احتمالات منها واقعية بس هيدا كله سوا إلو تأثير مباشر على الحل الداخلي في حالة انتظارية يعني لما تقولي أنت سألتيني أنه ما حدا بده يشكل حكومة أنا عم قول أنه ما حدا مستعجي لشكل حكومة قبل ما يكون ضمن بالآخر أنه هو بمصلحته هاي الحكومة بده تصب بمصلحته وطالما لحد تلق الأمور بعدها منا واضحة فالناس منا مستعجل بموضوع الحالة الانتظارية التي تحدثت عنها وأيضا يعني في الحديث عن أي تفاهمات إقليمية محتملة موضوع قمة بغداد هل تقرأ فيها نوع من بدء قطار التسوية الإقليمية الشاملة في المنطقة؟ كل شي وارد لوين بتروح وأداش بتروح بعيد يعني ما عم قل لك أنه هولي كلهم احتمالات واردة هلا في كتير قضايا بعدها منا سهلة يعني ما بعرف أنا قداش كمان بالنسبة للأمريكان في تحالف تاريخي مع الخليج العربي وبالتالي مصالح قداش بده تكون مصالح الخليج بهذا المحل عم تراعى وتأخذ بعين الاعتبار لأنه صراع الإيراني الخليجي والسعودي كمان تاريخي وبالتالي كيف بده تم التسوية؟ الملف النووي الإيراني اللي هو بشكل تهديد يعني على مستوى التوازن استراتيجي بالمنطقة كيف بده ينحل هذا الموضوع؟ كان مرتبط بموضوع الصواريخ؟ هل يا تورا بده يصير فيه فكفكي للأضايا؟ أنا بتصور بعدين بالعراق صحيح كمان بالعراق فيه أزمة مرتبطة بالنفوذ الإيراني والصراع إيراني وصعودي بس كمان فيه مشكلة بالعراق مثل ما فيه مشكلة داخلية بلبنان فيه مشكلة داخلية بالعراق تاريخية عندنا شوية مذهبة على شوية أقليات وإلى آخرية فإذا أنا بتصور أنه ايه المنطقة مقبلة على تحولات كتير كبيرة قمة بغداد واللي بده يصير بفيينة واللي عم يصير بأسيتانا يمكن ما بعرف وبالتالي كلهم سوى هولي ملفات ما بتصور في حدا نعارف كيف بده تنتهي الأمور بخواتيمة ولكن هاي دي كلها بتفتح هلا احتمالات وهي الاحتمالات كلها سوى تنعكس على داخل كل دولة كيف بتنحل الأزمة بسوريا؟ هل يا تورا بده يرجع نظام السوري يقدر يعمل نفوذه على كامل التراب السوري؟ هل يا تورا الدول اللي موجودة بسوريا حتنسحب؟ هل يا تورا رح يصير يعني إعادة توحيد للشمال وللجنوب وكذا؟ أو لا النظام هو زيته بده يكون؟ يعني في كتير أسئلة كتير جميلة نحن رح نفصل أكتر أنت بتقولي أنه في ويصاية سورية على لبنان؟ أي نظام بده يعمل ويصاية على لبنان؟ هو هيدا النظام زيته لا بده يكون في نظام جديد؟ من نستشرف أكتر بعد الفاصل لأين رايح الأمور بلبنان؟ خاصة أنه الأحداث والتطورات عم بتكون يعني ما عم نقدر نلاحقها قد ما نحن مقبلين على استحقاقات كبيرة وأيضا خطيرة مشاهدينا نتابع أحاديث بيروت ولكن بعد التوقف مع فاصل أخير أكثر من مئتي ضحية يرفض أهاليهم أن يتحولوا إلى مجرد أرقام فلكل ضحية اسم ووجه وحق بالعدالة بيتضحكوا علينا جملاً سعد مين بدي كتو عيربت؟ مين بدي كتو عيكمي داولة؟ رفض النائبة في مدرعة بلغيها مكرون كامل ضمن العنوين حكومة من الاقتصاصيين مالون عليها فيها الأحزاب وحتى الحكومة المقبلة بمكان ما هي خايفة من هذا الموضوع وإلا مستحى يتأجر تشكيل حكومة حتى ما تتوقف قرة النار ما بيستحوا من الطفل الفلسطيني اللي عم بيحارب بالحجر بيوع بروج إسرائيل هذا الجدار اللي بنته حكام العرب هاي الحدود اللي صنعتها حكام العرب زحف نحو هذه الحدود بدأ يشكل أداة المواجهة الرئيسية لفلسطيني لبنان وهي تحمل بعداً وجدانياً كبيراً لجهة التضامن مع أهالي غزة والقدس والضفات الغربية ليال خروبع اليوم بيروت عودة إلى القسم الثالث والأخير من أحاديث بيروت مجدداً نرحب بكم مشاهدينا ومجدداً نرحب أيضاً بضيفنا أستاذ زياد بدنا هيك نرجع شوي لموضوع الباخرة الإيرانية لبعدين نوصل يعني لسيناريوهات المحتملة في لبنان استقدام هذه الباخرة هل نستطيع أن نعتبرها أنها باخرة خيارات أكثر مما أنها هي باخرة نفط يعني عندما تصل هذه الباخرة أصلاً المعلومات لا تزال متضاربة مشيت ما مشيت بدأت توصل وين بدأت تفرغ الحمولة وأيضاً التصريحات الإيرانية في هذا الإطار لا تزال متضاربة بحال وصلت الباخرة الإيرانية نحن رسمياً نكون نتجهنا إلى المحور الإيراني لو أن بدأت توصل إلى الباخرة السؤال الكبير هي بدأت توصل على أحد مرافق بيروت ولو بدأت توصل ببنياس وتجي براً على بيروت هذا السؤال الذي منه معروف عدم الإجابة على هذه الأسئلة على ماذا يدل أستاذ زياد أنا بتصور أنه في شيء اسمه الغموض البناء يلي بيتبعوه دايماً غموض بناء أم شعبوي يعني هذا السياسة الغموض وللأسف يعني خليني أحكي على المسلوى اللبناني أمين عم حزب الله سيد حسن نصر الله بتعطى مع الشعب اللبناني كأنه يعني كأنه عم يتعطى مع خصم أو غريم أو عدو يعني يتعامل مع الشعب اللبناني بشكل من الغموض ودائماً في عنده قطب مخفية وفي عنده أوراق مخفية وبيفتحها فجأة بالمواجهة المصارحة فيها تكون يعني أنه فيه ضرورة للمصارحة بس خليني برتي لأسباب أمنية مثلاً ما بدون يكشفوا عن المصارحة أنه هلأ شو أسباب أمنية ما الباخرة مجرد بتتحرك من المرافع فيه مليون أمر إصطناعي بيصورها وبيعرفوا المسار اللي بدت تمشي فيه وإذا تمرق من منعرجات كتير بإطار شط الخليج وصولاً إلى باب المندب وبتمرق على يعني ما في شي تخبه بالآخر إذا كان بدا تكون الباخرة ماشي بس خليني يقول أنت قلتي شغلة كتير بنيحة أنه هل هي يعني شو سمتيها أنت باخرة خيارات باخرة خيارات لأنه ليش؟ لأنه الباخرة بتوصل على لبنان ما بتحلل أزمة إذا وصلت تنفطرد على لبنان انسي لي موضوع العقوبات ما بتحلل الأزمة هادي ثلاثة يام وبتخلص مفهولة وبيرجعوا بيجيبوا باخرة تانية ثلاثة يام بخلص مفهولة الأزمة بلبنان اللي إلي علاقة بالمحروقات هي إلي علاقة بالتهريب هاي الصراحة يعني فيه اتفاق الفوليوم الحجم الحجم الأساسي للمواد المهربة أكتر من سبعين بالمئة عم يتهربوا بشكل منظم ومدروس كل اللي عم نشوفه نحنا من وضع يد وحجز وإلى آخرة هو ما بشكله عشرين لخمسة وعشرين بالمئة من الكمية وهيدا سهل كتير ينعرف لأنه عم ينعرف قديش عم تجي عم ينترح الحل هو رفع الدعم الشامل أنت برأيك هذا هو الحل؟ أنا برأيي الحل هو وقف التهريب هو وقف التهريب أنا بلي شغلي رفع الدعم لأنه شوفي شو عم بيصير اللي عم بيصير هو أنه في استنزاف للخزينة أنت هو عمليا من هو دعم هو تصحيح سعر الصرف لأنه التجار اللي عم يستورده عم بيصرف له المصرف لبنان بـ 1500 دولار لحتى يقدروا يجيبه من بره يعني عمليا عم يندفع حقه أكتر بكتير بس أنه عم يصعر لبنان بـ 1500 هلا رفعوه لـ 3900 مش هناك يرتفع السعر وبالتالي هيدا لحتى يبطل يستنزف الخزينة اللبنانية عم بيقوله نحن خيشتروه بسعر الصرف السوق السوداء وبيعوه بسعر الصرف السوق السوداء هيدا سيؤدي إلى كوارز اجتماعية لأنه عمليا نحن عم نحكي أول شيء قلنا أنه ما بيعد في خبز يعني أول شيء الأفران سكرت المطاحن والأفران وإلى آخري يعني المواد الغذائية الأساسية الشغل الثاني كهربا مين بيعد بيقدر يحمل يدور مولد كهربا في ظل غياب الكهربا بشكل مستمر الكهربا حيات الكهربا منا بس للإنارة الكهربا معناته الثلاجات اللي فيها أكل الكهربا معناته الإنترنت الكهربا معناته المي ما بيهددونا أنه الجاذبية اللي بيوصل عنده مي بالجاذبية هياخد مي بس اللي بده مضخات ما بتوصل عنده المي فكرة أنه نلغي الدعم وبالتالي نصير نتعطى بسعر السوق هيدا بده يؤدي بالآخر إلى أزمة اجتماع نحن عم نحكي على خمسة وخمسين بالمية من اللبنانيين صاروا تحت خط الفقر بس البلد متوجه لهذا السيناريو هيدا شو بيعني هيدا بيعني إنا نحن عنا لأنه مش عم نقدر نوقف التهريب وبالتالي بده نضطر نوقف الدعم انبتوين لازم نعمل تدابير سريعة مش بس موضوع التهريب أيضا موضوع الاحتياط الألزامي حاكم مصرف لبنان يقول أنا لم يعد لدي القدرة على استنذاب هذا الاحتياط استنذاب الاحتياطي لذلك أنا أقول بالحل الوسط لازم يصير فيه تدابير سريعة هاي تدابير سريعة أنا من وجهة نظري بقول أنه هلأ نحن لازم يجي لعنا من مئة وستين مليون دولار فدوق النقذ الدولة فدوق النقذ الدولة يعني فينا مثلا نخصص منهم اسم كبير من الموازنة منهم مئة 200 تلتمئة مليون دولار لحتى نعمل تدابير سريع نحصن وحدة من محطات توليد الكهرباء وبالتالي يصير في عندي أنا إمكانية توليد الكهرباء تأمن 12 ساعة تغزية مثلا بوفر على المواطنين 12 ساعة استهلاك مزوط تكون عمليا دعمت المصروف فيني أنا وموجودة من صندوق من البنك الدولي بوزارة النقل أنه نشتري بواسط نقل ونعمل نقل مشترك على السريع والخطة موجودة وبدأ التنفيذ وممكن تتفز بشكل سريع والبنك الدولي مستعد منكون وفرنا على ناس استهلاك البنزين إذا عملنا نقل مشترك محترم كل هذه الإصلاحات ما بدأ حكومة بالأول هيدا المشكلة هون أنه أصلا نحن بحاجة لحكومة قبل ما نحكي بالإصلاحات نحن بحاجة لحكومة لحتى نبلش نفاوض مع صندوق الناد الدولي المجتمع الدولي مستعد يساعد ويدعم لبنان من هون لآخر أيلول تقريبا بعد فيه 40 يوم أو أقل رفع الدعم بات السيناريو الوشيك والواقعي ما فيه غيره أصلا شو بده يصير بآخر أيلول من هون لأربعين يوم معقول تتشكل حكومة هون الأربعين يوم يعني شو معقول يحملوا للشعب أنا اللي بخاف منه أنه هني هلأ شو يعملوا أنا اللي بخاف منه أنه بالمصاري اللي بأتيجي من صندوق الدولي بحقوق الصحب الخاصة أنهن يستخدموهن لدعم يعني عم بيفكروا البطاقة تمويلية البطاقة تمويلية ودعم الأسر كاش ترانسير يعني تحويلات مالية نعم 35 دولار للشخص بالعيلة يعني العيلة من خمس أشخاص تاخد خمسة وثلاثين بتطلعوا شي 150 دولار مثلا على سعر الصرف بيعملولون شي 300 مليون ليرا زائد البطاقة التمويلية اللي ممكن تتوزع أنا خوفي أنهن يلجأوا إلى هايدي التدابير لأنه هايدي التدابير ستستنفد الأموال اللي بتجي من صندوق الدولي وبتخلص بسنة ومن بعد سنة منكون مساحنا إيدنا بالحيات لأنه لا بيكون في عندي سياسات الطبقية ولا إصلاحات عملية ومنرجع من أول وجديد على نفس الدوامة عندما نقول سنة عفوا على المقاطعة نحن نتحدث عن استحقاق أساسي هو واستحقاق خطير على ما يبدو وبحسب المعلومات التي تسرب انتخابات الرئاسية قبل الرئاسية قبل الرئاسية إذا صارت بس عمنا الاستحقاق لانتخابات الرئاسية عم نحكي بعد سنة نحن يعني نتوقع أن تبقى هذه السلطة تشتري الوقت من هون لسنة أول شيء أنا بتخيل أنه كنت بدي أقولك أنه البطاقة التمويلية هي وسيلة من وسائل الدعم السلطة الراهنة في إطار الانتخابات النيابية اللي لازم تصير بين يسان المقرأ تتوقع أن في حكي يتتم في حكي أنا بتصور أنه هني عندهم شعور أنهم خسروا شعبيا كتير وبالتالي إذا اللي كنت عم تحكي عنه المعارضة عرفت نظمة صفوفة وخاضة المعركة الانتخابية مثل ما لازم في عند أمكانية حقيقية نتحقق كتير مكتسبات أو تقدم بهذا المحل وهذا بدأوا يخوفهم فهني بهذا المحل في احتمال جدي أنه يحولوا دون إمكانية القيام بالانتخابات بس في نغمة جديدة وعم يحكوا عننا ناس كانوا مقربين من رئيس الجمهورية ومن السلطة أنه رئيس الجمهورية يتمنى أنه تحصل الانتخابات الرئيسية قبل الانتخابات النيابية لحتى يضمن انتخاب صهره لأنه هذا المجلس النواب يلي مسيطر على حزب الله في عنده إمكانية أنه يقدر يجيب الرئيس اللي بده إيه وهون الخطر تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب تقنية لأنه نحن عنا بالأنون في بعض الثغرات اللي بيحاجي إلى ترتيب منا مثلا ست مقاعد أو ربما أي خطة أمنية أو خطة أمنية أولا شو تأجيل الانتخابات أنا عم بحكي على التأجيل التقني مش عم بحكي على التأجيل السياسي فيهم يقولوا نحن ملنا جاهزين بالبطاقة الممغنطة ملنا جاهزين نعمل ميجا سنتر زولي موجودين بالأنون ملنا جاهزين نعمل ست مقاعد للخارج وبحجة عدم الجهوزية وبيماطلوا وبيوصلوا لوقت بيصير الديدلاين قريب وبالتالي بيعملوا تأجيل تقني هذا التأجيل التقني بتحصل للرئاسة الجمهورية في ظل هذا المجلس هل تتوقع أن تحصل التسوية الشاملة بموعد الاستحقاق الرئاسي أيها التسوية الشاملة التسوية السياسية طالما الحل هو سياسي بالدرجة الأولى ما في تسويب لبنان سياسية هلأ بالوقت الحاضر إلا أنا بدي أقليك شغلي هايدي الطبقة السياسية لن تعقد أي تسوية سياسية بين بعضها الحل الوحيد هو أنه المعارضة السياسية تتمكن من تخلق ميزان قوى جديد ونحن ما بنعمل إنقلابات لأن المعارضة منا نسلحة ولا مستعدة تتسلح الحل الوحيد هو من خلال الأدوات السلمية والدستورية يعني الانتخابات وهي الانتخابات الأولى اللي بدأت تحصل لن تؤدي إلى التغيير ولكن هاي الانتخابات بدأت تخط خطوة باتجاه التغيير للانتخابات المقبلية طيب من سيسبق الآخر نحن اليوم قدام أزمة اقتصادية كبيرة مستفحلة قال عنها البنك الدولي أنه هي من يعني من أفضع ثلاث أزمات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى الإنقاذ الاقتصادي أولا أم الحل السياسي المستدام كيف منبلش؟ ما هو المشكلة وين؟ الحلول الاقتصادية موجودة يعني الأفكار حول الحل الاقتصادية إعادة هيكلة المصارف فيه أفكار كتير يعني التدابيري اللي ممكن ترجع تطلق العجلة الاقتصادية من خلال الانتاج نحن عنا يعني نحن هلأ ما حدا فيه تخيل أنه في ظل هذه الأزمة فيه انتاج في لبنان نحن بلشنا ننتج مواد غزائية كنا عم نصدر لبرة في نص دين الأزمة مواد غزائية قبل ما تجينا قصة الكابتاجون ويسكروا سوق الخليج يعني هذا نحن فيه عندنا أمكانية فإذا الحلول الاقتصادية متوفرة وممكن تنعمل المشكلة بالإدارة نحن بدنا نوقف الفساد نحن بدنا الإدارة العامة منهارة ما فيه إدارة عامة يعني نحن عم نحكي على جيش مش قدراني يأمن لحم لجنوده نحن عم نحكي على جنود ما عنده بنزين تجي على سكناتها أنت بتحكي على قوى أمن دخلي يعني نحن الإدارة العامة معطلة نحن دولة فاشلة في ظل هذا الفساد وفي ظل تعطيل الإدارة العامة أي أسلاح بده يمشي شو ما عملت بالاقتصاد فيه إدارة بده القضاء أنت انتبه أول شيء انفجار المرفع ضوى على خلال كتير كبير بكل المؤسسات القضاء يلي وضع إيده ولكن لم يتمكن من اتخاذ أي تدبير الإدارة العامة الجمارك الإدارة السياسية الوزراء ورؤساء الحكومات وما زلنا مستمرين حتى الآن في نفس المصار يعني الحريق اللي صار بعكار بتتلال ما هو تعبير فإذن أي تدبير اقتصادي بدك تخديه في ظل انهيار الدولة فإذن الإصلاح السياسي مني عمقول أنا أنه بيمشوا مع بعضهم فينا نبلش من هلأ بخطوات جدية لإصلاح النظام السياسي بدون تغييره ما بدنا نعمل نحن إعادة تأسيس نحن تقريبا خلص وقتنا بما أنك تطرقت لملف تحقيقات تفجير المرفأ وهو أيضا ملف مهم موضوع مذكرة الجلب التي سطرها القادي طارق البطار بحق رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب مفروض يمثل بعشرين أيلول أمام المحقق إذا لم يمثل أو بالأحرى أن القوى الأمنية يجب أن تحضره خلال 24 ساعة هذا هو السؤال وأيضا السؤال بموضوع بيان رؤساء الحكومات السابقين قالوا أنه هذا استهداف لموقع رئاسة الحكومة وأيضا في البيان أنه ليش ما بطال رئيس الجمهورية طالما كان يعلم وصار في كيباش بين رئيس الجمهورية ونادي الرؤساء أي ألغام قد يفجرها هذا الملف في لبنان وفي شي بياناتهم صار اليوم كمان على السريع الأمانة العامة لمجلس النواب أصدرت مذكرة بتقول أنه هيدا مش من صلاحيات النيابة العامة هيدا من صلاحيات يعني المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء استنادا إلى المواد الدستورية كذا وكذا وكذا وبالتالي فتنة بين نزاع دستورية هلأ بين صلاحيات النيابة العامة وبين صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء يلي بيخص الناس اللي عندهم حصنات نيابية أو حصنات وزراء يعني ونواب فإذا فتنة بدوامة وفي نياج حول الصلاحيات في هناك جزم في جزم أنه هيدا من صلاحيات النيابة العامة من صلاحيات القضاء لأنه هيدا ما إلى علاقة بموارسة مهامه كوزير أو كرئيس حكومي إلى علاقة بإهمال مقام بيه وبالتالي هيدا إلى علاقة بالقضاء طبعا بهيدا بهيدا المجال كتير مفيد نقول أنه ما حدا فيه يتدخل بمجريات يعني عمليا ممنوع حدا يتدخل بالقضاء لازم القضاء يكون مستقل والقاضي لازم يتصرف بناء لما يراه وفق ملفه هو عم بيقول أنه في عنده بنك في عنده لائحة من المتهمين المسؤولين بدأ بشو اسمه رئيس الحكومي لازم يخبرنا مثلا لأنه كان مقرر ينزل يكشف على الموقع عندما أفيده أنه فيه نيترات أمونيوم ثم تراجع ثم بليلة ليلة قرر أنه ما ينزل لازم يخبر مين أنه ما تنزل بهذا الاتجاه بهذا المسارات التي تتجه بها الأمور هل تتوقع تميع لهذا الملف وطمس كامل للحقيقة للأسف نحنا فلات من العقاب هي شيء بلبنان صارنا معودين عليه ما فيه جريمة سياسية تكود بلبنان منذ الطائف حتى الآن وكشف عنها وبالتالي جريمة بهذا المستوى أنا بتصور صعب كتير يغطع لها بس ولكن هذه تفوتنا بدوامات لأنه صارت بنزاع بان القضاء وبان نزاع دستوري عملية واضح الأستاذ زياد عبدالصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية أشكرك جزيل الشكر على المشاركة في هذه الحلقة مشاهدين يبقى الشكر الأكبر لكم على متابعتنا في أحاديث بيروت طبعا أحاديث بيروت لا نهاية لها ملتقان الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي حديث جديد من أحاديث المدينة إلى اللقاء اشتركوا في القناة